مرحباً بكم في كواليس النجوم معي اليوم النجم عباس النوري من دمشق نحن اليوم في موقع تصوير مسلسل مع وقف التنفيذ أهلاً وسهلاً فيك أستاذ عباس النوري بسكايت أهلاً وسهلاً فيكم كنت كثير سعيدة أنه أنا اليوم موجودة معك أول شيء بالشام وعم نصور مسلسل مع فريق مفترض السنة الماضية أعاد ثقة الجمهور العربي للدراما السورية بعد تعريباً لكي انخطأ لا بأس يعني برأيك أنت الجمهور العربي فقط ثقة لدراما السورية بوقت من الأوقات الإنتاجات السورية كانت أقل مما كانت سابقاً فاتجه الجمهور لأعمال أخرى ثان عرب للأعمال المصرية بالوقت اللي كانت الأعمال السورية هي يعني أول شيء الواحد بيختر له أنه يشوفها ما لك معي؟ ما بعرف هذا الشيء يعني أنا بحترمك رأيي يعني نتعلم منك بس أنا أنا ما بشوفها يعني يعني ما بشوف أن الأعمال السورية وصلت إلى هاي الدرجة أنه فقط يتثقة فيها يعني على ممكن كنت راجع الكم الإنتاج فيها ممكن تراجع النوع بطبيعة الحال أنه الدراما بحث عن حكاية تشبه الحكاية قضايا الجمهور حكاية الجمهور النازل بالشوارع حاملة همومة وماشية أو حاملة أوضاع أو أوجاعة وما أكثرها إلا بحياة مجتمعات العربية كلها يعني يعني الدراما السورية يعني كان في إلى فترة من الفترات فيه كان انضاج للمشهد الدراما السوري معتمد على ثقافة معينة كانت شبيهة بالحياة الشبه بالحياة دائما أحيانا بيستضيب الرقابات وعقلية الرقابات أنه هني بدأوا يجمل بالواقع بطريقة مطلق ففي كتير قضايا شائكة بحياة يعني مسيرة الدراما السورية بس ما وسطت للمطرح اللي انتي عم تقولي فيه أنه هي فقد الثقة وفقد الثقة الجمهور فيها أطلاقا لسعة قائمة ولسعة قائمة على أشخاص محببين كثير عند الناس سواء كانوا رواد كتير أكبار ولسعة قائمة روادنا وأساتسنا أو سواء بالجيل الجديد المارسة التي طالها هلأ ومنتشر في كل الشاشات العربية وفي كل الانتاجات العربية اللي بتحكي مصري اللي بتحكي ببناني وحتى اللي بتحكي خليجي أو بدأ بطريقة مطلق فإذا تواجد الدراما السورية تواجد حاضر وقوي ما بشك تقولي عنه أن الجمهور فقد الثقة فيها أطلاقا الدراما السورية بمرحلة الانتاج كان انتشارة أوسعة بس الشيء اللي لابد أن نحكي فيه من الشرن تماما دراما السورية انتاجها فاقد السوق السورية احنا يجب أن يكون عندنا احنا بسوريا سوق ليحمي عمل الفنان والمثقف ليوقف براء العملية الفنية وتتقولي دراما ما تبقى فيه كاتب وفيه مخرج وفيه مصور وفيه ديكور وفيه فيما بعد تجي شركات الانتاج شركات الانتاجة اللي هي بيهمها تنول هذا المشروع لتعمل صناعة لتقدر تقدم وجبة أو بضاعة لها سوقها فنان المصري عنده سوق ضمن مشهد الدرامي بثقافته وبيفهمه بكل ما يقدمه وهذا الماكينة الإعلامية الكبيرة جدا بالقاهرة قدرت تحمي كل النجوم وقدرت تتولد نجوم وتصنع نجوم على كل المستويات النجوم ليسوا فقط بالتمسيل أو بالغناء النجوم في الإخراج نجوم في التأليف فهدول وجوب ثقافي وجوب ثقافي تقدم وجبات الجرعات قريبة جدا من الواقع ومن حياة الناس وتحكيص عياة الناس بغض النظر عن مستوى أو نسبة مصداقية في تحقيق عكس حياة الناس على الشاشات أو ضمن الروايات المكتبين فإذا في سوق مصري يحمي عمل الفنان المصري وحتى في لبنان اللي كل لبنان بالخريطة يعني بيطلع قد محافظة وحدة من محافظات سوريا الـ 14 ورغم ذلك في لبنان بتلاقي في 6 و7 قنوات قادرة تحمي عمل الفنان اللبناني لأنه أوجدت له سوق بالخليج الآن الفنان الخليجي عنده فرصة كبيرة جدا أمامه هذا السوق الداعم فعلا لعمله وبالتالي الفنان السوري فاقد السوق أحنا لا يكفي أن نقول إحنا والله قدرنا نعمل للدراما السورية قناة درامية قناة درامية طبعا هذا شيء طبيعي جدا نعمل وما بده كل هذا الاحتفاء حتى يقولوا فناني السوريين إحنا الحمد لله عنا قناتنا لا إحنا بدنا سوق والذالي اللي بيدافع عن عمل الفنان اللي بيحمي عمل الفنان هو وجود السوق الدراما السورية بلا سوق وبالتالي دائما هي أسيرة الأسواق الأخرى فما تريد الأسواق الأخرى تمليها على المنتج السوري مية بالمية والمنتجين السوريين بأدموا بضاعتهم بأدموها بشروط ما يريد السوق الخارجي وليس الداخلي وبالتالي إحنا يعني عم نزداد غربة عن واقعنا طالما إحنا التموير خليجي ولا بد من الإشارة هم فعلا أنه لو لا المال الخليجي الدرام السورية لم تنتعيش شوني وابتدأت في المال الخليجي حتى لو كان من سوريا المنتجين سوريين إنهم بطريقة من الطرق عندهم قنوات لتسريب أعمالهم اتجاه القنوات للأم بالخليج والقنوات الكبيرة اللي قادرت سواء بالدراما وتنشطها وتعمل منها حالة كبيرة جدا تستهلكها في الميديا وغير الميديا يعني أنا بس كنتمان في كتير أعمال أنا شاركت فيها لو لا قنوات الخليج تم تقودها للأعمال أبعادها الطبيعية عند الجمهور وبالتالي حتى الجمهور في سوريا عم يفتح للقنوات الخليجية عم يفتح للقنوات اللي غير سورية فأحنا بحاجة للقنوات السورية تحمي عملنا لنقدم ثقافتنا بشكل نظيف بس أستاذ عباس يعني هذه مرحلة تطول إيجاب قنوات وصنع محطات يعني في سوريا بده كتير وقت طويل يعني هذا الموضوع مبصير ولا حتى بسنتين ولا ثلاثة ولا أربعة كان فيه مثلا يمكن نقل محطة لنا مباكت بحق اللي أفكر اسمها بس يعني حتى محطة لنا كانت عم تعرض الأعمال الأديمة كان عندهم محاولات لصناعة الدراما ولكن ما قدرت تغير أصلا شيء من الحال القناة ليس المفروض بها أن تنتج فيه شركات إنتاج تستجيب للسوق عنا شركتين بسوريا أستاذ عباس ديالا الأحمر وقبنت فقط لا مصاحب فيه أكتر فيه شركات إنتاج مهمة كتير فيه منتجين سوريين غير أميين كتير لكن هدول بدون فرصة يسبتوا أنفسهم فيها ليقدموا الوجبة اللي هن مبتنين فيها أنا شاغل أعمال عن منتجين في منتهى الزكاة الآن أنا في رمضان عندي عمل اسمه حالة القبة سبق أن أرد الجزء الأول على إحدى القنوات الخارجية ولقى إقبال جماهي ويسمى ريتنج ومتابعة عالية جدا صحيح أبو لاز فهلا الآن في الجزء الثاني سيورد على أكتر من قناة الآن يعني الدراما السورية ليست محظوظة كما يجب في القنوات الخارجية وهذا ما رده أسباب عديدة منها سوء التوزيع أو سوء التعامل مع حالة البيع للأعمال أو إلغة لكن هذا الشرط كله كان ممكن يلتغله في حماية العمل الفنان السوري لو المنتج السوري بيتكلف على عمل ضخم جدا مثل حالة القبة أو مثل هذا العمل اللي أنا عم صوره هلأ وانتي جاي تعملي معي مقادلة فيه مع وقف التنفيذ كما هذا عمل مكلف جدا ماله سهل في لوكاشينات متعددة احنا بعض عن دمشق حوالي 40 كم تقريبا وفي منطقة ريفية وفي صعوبة في التصوير عالية جدا وهذا كله كلاف كلاف عالية هذا العمل واحد من الخيارات لمنتج زكي ومنتج مثقف ومنتج يعرف ماذا يريد أن يقدم لا يقدم عمل مجانية هذا مسؤول بشكل ما هذا المنتج عن المشهد الثقافي السوري قبل أن يكون مسؤول عن المشهد الفني قبل أن يكون يبرز عضلات عباس النوري ولا عضلات سي من الفنانين الكبار يعني أكيد في فنانين الكبار أو أساءل زي أنه أريد أن أذكر أسماء ذكرت حالي حتى أكون أنا المثال أنه ما في منتج ممكن يستفيد من عباس النوري إذا ما كان عباس النوري فعلاً قاد عن يشبه الحياة حتى الناس يحبوا بأعمال وتحديداً يعني ولذلك المنتج الزكي إحنا بيحاجره والمنتج الغير الأمي إحنا بيحاجره المنتجين الأميين ممكن يعيشوا يوم يومين ثلاثة كأقنعة لبعض القنامات اللي ممكن يستفيد منهم لأنه رخاص ضاعتهم رخيصة هؤلاء اللي بيوعهم ما بيعيشوا حتى لو حصلوا أعلى يعني مثلاً بقولوا سموحاناً أسماء أدنى بالذكر بس أنا بحس أنه أنه الفنان السوري هو يلي بعده يعني ماسك للدراما السورية وبعده عطيه ألقاء يعني أنا بقول الفنان السوري هو الذي أنقذ صناعة الدراما لأنه أنت اليوم الفنان السوري متواجد في العالم العربي عب الأعمال كثيرة طبعاً هذا بيرجع للفترة يلي كانت فيها الدراما السورية إلى فترة طويلة كانت فيها الأولى عربية بعتقد أنه وجود الفنان السوري هو اللي كان عم بيطعم الأعمال هو اللي عم بيطعم الدراما السورية حاضرة عبره حتى لو كان بمسلسلات عربية لحقل الشغل لأنا الدراما السورية عندما ابتدأت في مطلخ التلفزيون العربي السوري اللي اللي هلأ موجود فيه شعب للدراما أو أبا شو يسموه الفرع للدراما اللي بدك يسميه لكن ضلت أسيرة لتقاليد الإنتاج وغطا على العام لكن من بداية أيام الأسور الأبيض كانت مأسورة للأشخاص اللي يقدموا مستويات أعمالها كانت متروكة بدون رقابات كان فيها أعمال لناس كبار جداً وأسماء أساتذة كبار جداً كان المسؤول عن مشهد الدرامي مثلاً ناس مثل سعد الله و النوس مثل محمد المغوط مثل عبدالعزيز الهلال وكان كبار المقرجين ما بدي أنسى حداً لكن من العمال يقابل اللي كانوا همهن الرعاة الأساسيين والرواة على كوفهن قد سعيد جبري أهه سعيد حيثام حقي اللي يجوا من العجين الجديد كلهم هذول كانوا موجودين في قلب هذا المعمل من داخل مطبخ الدراما السورية بالتلفزيون السوري لكن ضلت الأعمال موصومة ومرصودة لأسماؤن وليس من المنتج للتلفزيون السوري والتلفزيون السوري اللي منعك وأن يهمه أن يسوق كان يهتم فقط في شاشته وكانت الأعمال تهتم فقط في المشاهد السوري الآن انفتحت يعني ما عدت في أنطين لتشوفي الأرضية لقناوات الأرضية صار في دش صار في قضم صناعي وتلونت الشاشات فإحنا انكشفنا متما إحنا الآن مكشوفين أمام الإنترنت هذا الفضاء المجهول بالنسبة لنا واللي عم يستخدمه ما زلنا بأمية شديدة ما بنحكي بها البلاوي اللي عم تصير بقلبه الفيسبوك اللي غير الفيسبوك انت شايفي بعينك طبع فإحنا هذا الانكشاف للدراما السوري من بدايتها مرهون لأشخاصه وضلت مرهونا نجاعات الدراما بأشخاصه حتى لو كان في بعض الدعم وليس كله صحي من جهات مسؤولة لكن جهات مسؤولة بهمة بيض وش على أن هي كانت منتجة أو كانت فيه داعمة للمنتجين هي تدعم الفنان لكنها لا تستطيع أن تدعمه كما يجب على المستوى استراتيجي إحنا مثلا كنا بحاجة لأن ننتج عبر مؤسسة إنتاج مستقلة بمعنى أن تعود عائدات المالية لخدمة أعمالها اللي بعدها وليس إلى قزينة الدولة اللي حتى تقدر يتفرق بين أسعار الدولار وأسعار السوري وأسعار كذا فهي مشكلة كبيرة جدا ما قدرنا حتى الآن نقدر نوصل لعقلية استثمارية فكيف بيكون فيه منتج قدران يعني يتصرف خارج يعني بعيد عن العقلية استثمارية المنتج لها اللي عام يتطر يهرر أمو لأنه ما فيه قوانين تحني عمله وما فيه قوانين تقدر تحني اللي كيف تتاخد منه الضريبة وتزيد عليه هذا كلها عبارة عن شيء عصيب العجلات لدي فكر الأدام ودي افتحها احنا بسوريا عنا 14 محافظة لازم يكون عنا 14 محطة تلفزيون هذا بيقدر العمل السوري يبيع بكل المحلات وبيقدر يمتشر بكل المحلات الفنان السوري أثبت لحاله منفردا أنه قادر أن يؤثر إعلاميا أكثر من كل وزارات الإعلام المرئة لتاريخ سوريا تعرف ما أنا هلأ أول مبروح بإلوان أنا سورية بيقولولي أبو عصان بيأرادك أبو عصان يعني هذا التأثير تبع الفنان السوري حقيقة أنا بشعر بالفخر لما بطلع لبرع مهرجانات عربية وعالمية وبيقولولي في كتير ناس هونيك أنه نحنا بنعرف كذا عن سوريا هنا بيعرفوا مننا الفنان ليه حقيقة الفنان هو واجهة أي بلد بطبيعة الحال أعتقد أنه اليوم مسلسل مع وقف التنفيذ قادر أنه يصلت الضوء إلى حد كبير على ما يحصل اليوم ناس تجعوا بعد المضوح إلى الحارة وإلى آخره من هذه التفاصيل لكن أنا اليوم بحس أنه الشيء الوحيد يلي أنا بفقده بالدراما السورية هو الحديث عن الطبقة المتوسطة واللي نعرفت الدراما السورية إلى حد كبير فيها يعني أنا بحس اليوم الناس يلي مثلي ما عادة موجودة بالدراما ما عاد شفتها ما بعرف مشاكلها ما بعرف كيف بتفكر اليوم في ظل هذا الظرف تكوني أنا مقيمة في الخارج فأنا ما بعرف هدول العالم وينهم ليش بحدها بيحكي عنهم قدمتوا ترجمان الأشواء تقريبا من كم سنة وحسيت أنه حتى هذا النوع من الأعمال ما عادوا اهتمام الناس الناس بدأت شوف ما بعرف ما عاد عم بفهم العالم شو بدأ يعني من زمان كانت هديك الأعمال هي اللي تترك الأثر الأكبر شوفي أول شي يعني حديثك بلش بموضوع الطبقة الوسطى الطبقة الوسطى هي الغينة الأكبر بحياة كل الرواية السورية وهي ضينا الأكبر بحياة الدرام السورية بالداكيد لأنه هذا منعكس للرواية منعكس للثقافة العامة منعكس لكل شيء كل تجليات المجتمعية بسوريا قائمة على الطبقة الوسطى وبالتالي ما فيك تنجي شيء إلا قائمة الطبقة الوسطى كل الأعمال اللي تنتج أنا أخالفك الرئي هي من قلب حياة الطبقة الوسطى وأوجاع وقضاياها وهمومها لأنه هي الوحيدة القائمة على الهم الاقتصاد هي الوحيدة اللي بتجوع وهي الوحيدة اللي ممكن بلحظة ما يطلع منا انتهازيين هي الوحيدة اللي ممكن يطلع منا شهداء هي الوحيدة اللي يطلع منا مغدورين هي الوحيدة اللي هلا قسمك على نفسها بيظلل الأزمة اللي حصلت هي الوحيدة أنت خذي بس عدد أو نسبة الموظفين في الدولة نسبة هائل جداً هائل جداً لقرب لك يا أكتر التلفزيون السوري هذا المبنى بساحة الموظفين كم موظفين ألفين وشوية أكتر من خمس تلاف موظف هذا اللي أنا بسمعه وبعتقد إن كان في شيء مبالغ فيه هذا الكلام لكنه فعلاً بالألاف حد قدنا فيه أربعة تلاف وشوي يعني حتى ما أقول أنا عم بالغ أنا ما عم صيد لكلام صيد لكن ما أصنعه هو ما أعرى لكه موجود وأنت شايف نتائج عمده أنا وما يفرقه وبالتالي تفرج على القنوات اللي هي أغذي صدارة بعالم الميديا العربية ما بتلاقي فيه أكتر من خمسين ستين موظف وإذا كان إلى أكتر من فرح ممكن تلاقي فيه ميتين موظف في كل رفوع قاطبة مع السنتر مع المركز الرئيسي تبعه فإذا نحنا في عنا مشكلة حقيقية لموضوع الطبقة الوسطى قائم بس أنت تعالي تجي تفكري تصدني أنت برقابات تتدري وتقولي همومها فيه كتير مشاكل وهذا نحنا بدنا أقول حرة ثقافة بدون حرية ما بتصوش هاي لوحة تنحط على الحيط فقط وممكن تكون لوحة تجري دية غير مفهومة لأنه بيرحبوا فيها بالحالة بعد حيث ما أما نحنا مسؤولين عنو نكون عن الوضوح نحن مسؤولين عن الحرية نحن مسؤولين تماما عن موقفنا وعن رأينا ولازم نكون نحن مو شهوز زور على مرحلتنا عاشين بمرحلة معينة أنا النبل اللي بعيشها الجيلة بين 30 إلى 14 سنة بمستوى الوعي والانتاج هذا لازم تكون شاهد صادق على مرحلتهم لأنه فيما بعد حيقولوا عباس النور كان موجود بظلت ظروف انتهازية أو ظروف ظالمة أو ظروف ممكن تكون منية حالة بكون شاهد عليها شاهد عليها بكون شاهد أمين وصادق عشان هيك الناس بيقول لك ليش عم تحكي توجع راسك لا أنا بيحكي ما بوجع راسي أنا وجع راسك وما بوجع راسي بتذكر لما توقفت رجمال الأشواء أنا حسيت بخيبة أمل أنه نحن سابقاً كانت الرقابة موجودة بس ما كانت تقرب على هذا النوع من الأعمال بتحس سقف الرقابة كل ما لو عم ينزل رجمال الأشواء ما اتوقفت زور زوروا زوروا المحتوى الرقابة لأنه في عقلية موظفين صغيرة جداً وضيقة الأفق شاءت أن تقدم صورة سيئة فحولت كل المحتوى بالتجاهات تسمح فيها الرقابة الرقابة كانت عم تقول أنه هذا المسلسل في إساءة السياسة الرقابة وبالتالي هذا العمل تم تزويره تم تزوير محتوى فإذا نحن اليوم في الدراما السورية أمام معضلتين هي الرقابة وإيجاد قنوات لحتى هي لتعمل اكتفاء ذاتي للسوق الدرامي يعني وإلا نحن بننضلنا عم نحكي هذا الحديث لسنوات طويلة نحن عدي حاجة لحرية على المستوى الاستثماري الاقتصادي ثم حرية على المستوى السوقي والسوقي فقط لا غير هدول هن الكفتين الميزان الحقيقية لأي إنتاج لك إذا بدي إنتاج إجرابات بدي سوق بس ما بروح ببيع لناس ما بيروسوا إجرابات حافين سوق الحفات موجود سوق ده الحفات فيه بس أنا ما ببيع إجرابات فيه أنا عم بنتج إجرابات فبدي سوق خلقوا لي السوق وأنا أساسا ما بنتج إذا ما كان فيه سوق يعني ما مستعد إنتج شيء إذا ما له السوق فنحن للأسف كل همومنا وأعمالنا مرهونة باستجابة القنوات غير السورية لأعمالنا وبالتالي عجلة الإنتاج عم تدور لبعض المنتجين الشجعان صح وأنا بشجعهم كتير ومعنوا أفمعهم ومدعمهم على أن لا يكونوا أميين هل فعلا أنه الفنان السوري ما له قادر يأثر على صناعة الدراما بهذا المعنى يعني أنا بشوف الفنانين المصريين بس أطلع على مصور لما بيتكاتفوا بيعملوا شيء بيغيروا بالقوانين بيثاووا شيء حتى الأشياء اللي بتنحكها بالمجالس الخاصة بالأخير بتطلع إلى العالم في عندهم نقيب فنانين اسمه أشرف زكي بيحرط بيعمل بيحميهم ليه نحن ما بنقدر نعمل هيك؟ لكن طلع عنا مشكلة إنه فيه جرأة على مستوى مشروع قبلة وليس قبلة شو كان مواقف؟ مين حمل فنان؟ ما حدا كل الناس يعني هجمك بطريقة الزباب الإلكتروني كله هجم الشيوش الإلكترونية وهذا عدو ما حدا كلف خاطره إنه يفهم في جدوى معينه إنه نفسهم اللي شدتهم ومشروع القبلة بيتفرجوا على الأفلام الإذنبية قالي فيك إيش؟ بقى لي كل شي بس أنا سمعت مرة من أحدهم كان هيك يعني كنت عم بسأل عالم قال لي هدول الأجانب نحنا العرب عنا عاداتنا وتقاليم طب من سوقها؟ مين كنت عرب؟ يجا عم فرجه اليوم؟ هو بقدر يتفرج ما بتمسه ما بتعنيه هاي ما بتقربه نحنا عم نقربه بيتفرج عليه بمعنى الفضول وليس بمعنى المتعة ممكن يعني بس ما بتعنيه لهم ما بيتمتع وتشوف هيك شي؟ حتى لو تمتع هو بيتدر إنه هي ما بيتمسه يعني هي مالة عربية فهي مالة من ضلعه ما بعرف كيف بيشوفه الأشياء بس مين اللي كرس؟ فكرة الفن النظيف والفن بلاقو من الذي كرس هذا الشي عبر الزمن؟ نحنا سابقان كان عنا هاي الأشياء كنا نشوفها بأفلام أستاذ دوريد لحام، نهاية قلعي كنا نشوف هاي دول الأشياء بشكل طبيعي ومن متدايق؟ ما كنا نشوفها عيب كنا عم شوف حكاية لعالم ما بيعنولنا بس نحنا كنا عم شوف فرجة لذيذة وحلوة من الذي كرس فكرة الفن النظيف عبر السنوات وهلأ نحنا جايين نتفاجأ؟ من وين بلش؟ ما في شي اسمه فن نظيف والتضبط والتطلقي صفة معينة على فن أو على كذا أي شيء أو على ثقافة معددة أنت كأنك عندما عم تطالبي بتقديس مرحلة ما أو فكرة ما ثابتة أو تابقه معينة هذا بدك يا ما في غيره مين هالدنيا عم تتطور؟ نحنا الآن بعام 2022 أمام جين سيأتي من الفنانين خطير جدا ممتلع بكل هذا الفضاء الإلكتروني الهائل اللي قرب كل العالم وثقافات العالم منه فمطلوب إنه يفكر بحرية بيقيس نسبة حريته ما بين اللابتوب اللي فاتحه أو الموبايل اللي فاتحه لي يشوف كتير أشياء بجوجل وكتير جوجل أو حتى اليوتيوب وغير اليوتيوب أو حتى عم يتعلم أونلاين وما بين واقع وقت اللي بيسكر هذا الأونلاين اللي يشوف واقعه وقت يفتح باب بيته يشوف بلاوي بالشارع ما بتشبه كل هاد الشي اللي غزعاله في ثقافة الآن متسارعة متلاحقة العالم عم يلهس وثبأنا بكتير أستاذ عبار العالم عم يلهس لمطرح وإحنا لسعتنا عم يلهس لورا ولحن ظن نلهس لورا طالما إحنا هذا مشغال كأنك فايت على آلة الزمن يعني أنت الغريب مثل كأني فايت على آلة الزمن فجأة لأيت حالي كتير ورا في ناس لهالله عايشين على كل المقدسات 1400 سنة لورا وبحبوها والفن لا يستطيع إنقاذ شيء صح؟ هو الفن نفسه عم يتحارب حديث طويل أنا أخذتك من تصويرك وكان معي عشر دقايق ممونة كتير لهذا اللقاء من زمان كنت ما طرته نتعال وسأله شبه كتير كتير عباس بنوري وتشوفك دائما مدعين كتيره وشوتك ما يدر محطة كتير جيدة أنا حطيني أصباغ على شعري وكان نشيل لك الشاك وكان نشيل لك الشاك موسيقى